بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين وحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رمضانيات وحلقة اليوم في ظل أحداث يمر به العالم الإسلامي حلقة اليوم في ظل تشابك من الأفكار والأفعال وكلها تنسب للإسلام عشان ليك رح أفتت حلقة اليوم بقصة من عصر النبي عليه الصلاة والسلام عشان شوف حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوضح الأحكام النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة من الغزوات يجلس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبيبدأوا يستذكروا المعركة والقصة وكل واحد يتحدث عن البطولات وإيش صار معه في الحرب يعني من غير تشبيه كيف اليوم لما مجموعة شباب بيحضروا لهم مباراة كرة قدم وبعدين بيقعدوا يتسلوا وإيش صار وإيش عمل والحارس المرمى نفس الطريقة لكن كانت أيام زمان على رجولي وعلى فتح وعلى جهاد فوالنبي بيسمع فوصل الكلام عند سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأسامة بن زيد هو حب النبي وابن حبه انت عارفش يعني حب النبي وابن حبه يعني أقصى درجات المحبة بينه وبين النبي وبين أبيه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ووصل الكلام والدور بالحكي لعند سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه فبيقول سيدنا أسامة انه أنا لحقت واحد من المشركين فلما رفعت سيفي قال لا إله إلا الله فأهويت عليه بالسيف فقتلته ولسه بدي كمل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله ما قالها إلا فرارا من القتل يا رسول الله هو حكاها كذاب بس عشان يهرب من الموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قالها يا رسول الله والله ما قالها إلا فرارا من القتل أقتلته بعد أن قالها يا رسول الله ما قالها إلا فرارا من القتل فقال عليه الصلاة والسلام هل لا شققت عن قلبه أنت فتحت سدر وفتحت قلبه واطلعت لقيته كذاب هل لا شققت عن قلبه ويغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب يقول سيدنا أسامة بن زيد فوددت لو أني أسلمت يومئذ لأن الإسلام يجب ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لأن واحد قتل وقال لا إله لله بينه وبين الله عز وجل من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وما له إلا بحق الإسلام إحنا اليوم قاعدين نخوض حرب إسلامية إسلامية بين بعضنا البعض تعالوا نلتزم بشرع الله عز وجل ماذا يقول الشرع يقول شرع الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق هاي خمسة هاي خمس شروط نعيدهم مرة ثانية من شهد أن لا إله إلا الله واحد اثنين وأن محمدا رسول الله ثلاث وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من أربعة وأن الجنة حق خمسة وأن النار حق خمس شروط من شهدها النتيجة أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل أيوة يعني مش أنا اللي بقعد أقول جنة ونار لا أنا وأنت معرضون للجنة والنار الذي يدخل الجنة والذي يدخل النار هو رب الجنة ورب النار طب إحنا ليش قديم يقسم بعض لأنه ما فقهناش الدين لأنه ما فهمناش الإسلام صح هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام إنت عارش أنا حق الإسلام أمواله يعني بدفع زكاة الدم يعني لو قتل واحد لا رح ينقتل لو قطع يد واحد لا رح ينقطع يده طب ليش بنقسم ببعض إحنا اليوم طب لماذا نغذي بذور الفتنة والخلاف والطائفية والتشتتية والحزبية وقاعدين نقسم أيوة لأنه إحنا ما فهمناش الدين هو إحنا لو فهمنا الدين صح ما عملناش نعمله ببعض اليوم لو أننا فقهنا معنا الإسلام فذلك المسلم النبي عليه الصلاة والسلام عرف المسلم مش أنا وإنت منعرف المسلم نبي الإسلام هو اللي بعرف المسلم يعني أنا اليوم لو شفت وحدي مش لابسة على رأسه أكفرها ودخلها جنة لا ملك لكش علاقة أنت ليس لك علاقة بينها وبين الله أنت تأمر معروف تنهى عن المنكر صح ولكن ليس لك حق أن تدخل إنسانا في الجنة أو أن تدخل إنسانا في النار شف ستة عائش رضي الله عنها سيدة عائش أم المؤمنين وكانت إنسان راقي وإنسان رائع وحبيبة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يختار تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار أن يموت ورأسه في حجر السيدة عائشة طب في محبة أكثر من هيك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن من كل نساءه أنه لحظات المرض والموت اسمحوا لي أكون جنب عائشة تخيل أي درجة المحبة بينه وبين عائشة رضي الله عنها ومع ذلك عائشة يوم من الأيام تتدخل في إدخال الجنة والنار هي شو عملة عائشة رضي الله عنها اللي عملته كالتالي أنه توفي طفل من أطفال الأنصار طيب طفل يعني ما فيش كتابة حسنات وسيئات طفل يعني قبل البلوغ طفل يعني ما فيش عذاب طفل يعني ما فيش تكليف فالسيد عائشة تقول هنيئا له طير من طيور الجنة يعني حسب المعلومات اللي أخذناها من النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش عذاب ما فيش عقوبة ما فيش سيئات أصلا طفل فقالت هنيئا له طير من طيور الجنة ويزعل النبي يوم زعل على حبيبته عائشة على زوجته عائشة أقرب الناس له عائشة لكن زعل انت يا عائشة تدخلي فقال عليه الصلاة والسلام أين المتأل على الله مين هذي اللي قاعد بيقول جنة ونار على كيفه وهي عائشة يرفض أن يتتدخل عائشة في الجنة والنار طب إذا كان النبي يرفض لعائشة أم المؤمنين أن تتدخل في مصير طفل ليس عليه سيأجي أنا لياك اليوم نيجي اليوم نتدخل في مصير بعضنا البعض وفلان على الجنة وفلان على النار متى رح نفهم الإسلام متى رح نفهم الإسلام صح أنه أنا علي مجال الدعوة لكن النتائج على الله عز وجل مش في واحد قتل مئة نفس أي وبعدين ثم خرج إلى قرية أخرى هو ما صلاش ولا ركعة ولا سجد ولا سجدة ولكن هو رايح على الطريق لسه ناوي أنه يتوب ناوي يتوب فقبضته ملائكة الرحمة أتاه الموت فقبض اختلفت ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة بيقول لك زلمي تايب الرجال رايح يتوب وملائكة العذاب بتقول لا عنده بلاوي عنده مصائب اختلفوا مع بعض فقاسوا ما بين الطريقين فوجدوا أقرب للبلد الصالح فقبضته ملائكة الرحمة يا ترى لو كنت انت الذي ستحكم أنا متأكد رح نقوم عليه بجهنم احنا يا ما كفرنا ناس ودخلنا ناس في جهنم يا ما ناس نفرناهم من الدين عشان قلنا له انت من أهل الجهنم يا ما خوات أرادوا الحجاب واللي عندهم بداية الفطرة بالهداية وإحنا نفرناهم لأنه حكمنا عشكلها من برة انك من أهل الجهنم وحكمنا عشكله من برة لا فاسقوا عاصوا على أهل النار دي أسألك سؤال هو انت أمنيتك الناس تدخل الجنة ولا أمنيتك تدخل الناس النار والله نفسيات كثير من المسلمين اليوم نفسيته يدخل الجنة يسكر الباب والبقع جهنم لا مش هيك دي أسألك لو بعث فينا سيدنا عمر بالخطاب اليوم يفعل كما نفعل اليوم يقتل ويقطع الرؤوس ويفجر ويكفر وينفر مستحيل طيب اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام واحد هو رأس المنافقين انت عارش عن رأس المنافقين يعني أساس الفتنة وأساس البلاء وأساس السودوية وأساس كل المصاعب والمتاعب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يعني كل التاريخ بيقول لك رأس المنافقين وكان أكثر واحد بلاوي مع النبي عليه الصلاة والسلام وربنا نزل فيه قرآن شو أكثر من هيك لما قال لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذى والله بس الروح على المدينة لا أفرجيك يا محمد مين العزيز ومين الذليل وربنا نزل فيها قرآن وإيجا ابنه عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمع القصة كويس وإيجا ابنه عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لقد بلغني ما قال أبي أنا فهمت الأبوي حكاه ابنه من كبار الصحابة أبو رأس المنافقين يا رسول الله وشوف الكلام الجازم لقد بلغني ما قاله أبي فإن شئت يا رسول الله فسلط سيفي على أبي أنا أقتله إذا كنت ناوي تقتل يا رسول الله أنا اللي خليني أقتل أنا بقتل أبوي السبب لأنه لو قتله صحابي آخر رح يصير فتن بين وبين الصحابة فخليني أنا لأقتل طب اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا بدي شباب المسلمين تفهم الإسلام صح أنا بدي اليوم القيادات اللي بسموهم قيادات إسلامية ومفكرين إسلاميين وعاملين الزيط والزنبريط طبعتهم في العالم إفهم الدين صح طب شو كان جواب النبي الإبن بيقترح النبي يقتل لأنه أبوه حكى كلمة غلط في حق النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال النبي آه لأنه نبي بشرع لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأن النبي يريد أن يضع قاعدة للشباب اللي جايين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا 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 يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبته حتى يقضي الله بيننا وبينه ممنوع تقتل عشان الناس بره ما يقولوش محمد بقتل أصحابه طب شو راح تعمل نحسن صحبته أين من دير بالنا عليه من عامله بإسلامنا من عامله بأحكامنا من عامله بأخلاقنا ابنه جاي يستأذن النبي قال له لا قتل مفيش قتل مفيش طب شو نحكي لشباب اليوم اللي فهمين الدين إنه كله عبارة عن تفجير وتقتيل وتصنيف الناس مش إحنا اليوم صنفنا البشر مش إحنا اليوم تدخلنا في عمل الله عز وجل وقلنا فلان على الجنة وفلان على النار وفلان كافر وفلان مؤمن وفلان فاسق وفلان صال وإحنا بلأنا نقسم البشر بدل أن ننظر إلى أخطائنا وعيوبنا بدأنا ننظر في نقائص الناس عشان ندخل ناس الجنة وناس النار مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفتنة نائمة وبعدين لعن الله من أيقظها كلام مين كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام صارت فتنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام غلمان اثنين يعني ناس من الطبقات العاملة وثقافة مفيش ومعرفة مفيش وهو عبارة عنه بس جمال يعني هاي ثقافته من الدنيا فشبه من الأنصار وشبه من المهاجرين ولا شبه من الأنصار مع واحد من الوافدين هي هيك التعبير القصة والثنين ثقافتهم دون الثنين ثقافتهم ولا شيء هم عبارة عن غلمان يرعون الإبل في الصحراء يعني ماذا يملكون من فكرة الدنيا فأسقي جملي لا تسقي جملك أنا قبلك لا أنت قبلي فالشباب اثنين دقوا بعض فنادى الأول يا معشر الأنصار آه وين عشير تفزعوا لي ونادى الثاني يا معشر المهاجرين المشكلة أن اللي بدأ الفتنة وناس سطحيين وناس لا يملكون الثقافة والمشكلة أن الذين تداعوا وكل واحد حامل سيفه الناس اللي بتفهم ما هي المشكلة أنه واحد مجنون برمي بير في حجر في بير وهذا تطلع الحجر فتنادوا يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين وكل واحد سحب سيفه وركضوا على الصوت ويركض النبي عليه الصلاة والسلام وشاف المهاجرين والأنصار كل واحد حامل سيفه على الثاني فيصيح النبي عليه الصلاة والسلام الله 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 أتقتتلون وأنا بين أظهركم أيوة ذكرهم بشيء معظم اسمه الله طب احنا نذكر بعض بإيش اليوم الوطن اللي كثير من ناس يلعن الوطن نذكر الناس بقومياتنا اللي كثير ناس كفرت بالقوم نذكر الناس بشو هو النبي قال لهم الله الله فسكنت الخواطر ذكرهم بشيء عظيم الله الله أتقتتلون وأنا بين أظهركم ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الفتنة لائمة لعن الله من أيقظها عشان واحد أيقظ الفتنة قديش اليوم في ناس قديش في فضائيات أقول لك قديش اليوم في خطباء للجمعة قديش اليوم في مدرسين ومحدثين وإعلاميين وناس يعني يتحدثون باسم الدين واللي قاعد قدام الشاشة أو اللي قاعد قدام المنبر أو الذي يستمع للدرس أو الحديث يخرج من مكان الدرس ومكان الحديث والإيمانيات والروحانيات وهو نفسه يحمل إسلاحه ويقتل أخوه المسلم قديش اليوم عندنا مصائب هذا الشكل بينما أنظر خطاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي الصحابة بيقولوا له يا رسول الله إنا نكون عندك يعني في حال من الروحانية من الإيمان من المحب من الأخوة من الطاعة فإذا رجعنا إلى بيوتنا فعافسنا الأولاد تغيرت أحواله يا رسول الله إحنا منافقين فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي آه من إيش من الروحانية مش من تغذية الطائفية والفتنة والكره لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش يا سلام على خطاب النبي عليه الصلاة والسلام شوف التألق في الإيمان لما بيكونوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إيمان روحاني محب طاعة قرب من الله قرب من النبي دموع تنزل أرواح تخفق قلوب محبة وتعالي نسمع خطابنا الديني إحنا اليوم كل أقتلوهم شردوهم بدي أسأل سؤال بس واحد واحد يعطيني حديث بس حديث واحد أن النبي دعا على المشركين إحنا اللي ميقول اللهم جمد الدم في عروقهم اللهم يتم أطفالهم شرد نساءهم أنا عندي سؤال أعطيني حديث ولا جملة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه يوم من الأيام دعا على المشركين مش حبيبك النبي كان دم نازل من وجنتيه الشريفتين وجاءوا سيدنا علي قال يا رسول الله أدعو عليهم ويرفع النبي إيديه علي بيقول أدعو عليهم نزلوا دمك قتلوا عمك حمزة دمه مبقو بطنه مبقور كبده ادعو عليهم ويرفع حبيبنا النبي إيديه ويقول اللهم مهدي قومي فإنهم لا يعلمون بس هاي اللي طلعت منك يا رأيوة هاي اللي طلعت منك لأني نبي الرحمة اللهم مهدي قومي وين إحنا خطابنا اليوم يتم أطفالهم شرد نساءهم مش خطاب النبي ولا خطاب الإسلام اليوم هاي كلمة بوجهة لكل شباب المسلمين ولا الناس اللي بيعمل حاله إنهم متدينين وفامنين بالدين عمر النبي ما دعا على كافر ولا مشرك ولكن كان يقول وجبريل نازل يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يا محمد لو بدك أنا الآن بسكر عليهم الجبلين فلا يخرج منهم أحد انتقاما إليك مش هم معيروك أنا الآن بسكر عليهم الجبال ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أنت بتعرفش يا جبريل العلم عند الله لعل الله أن يخرج من أبنائهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله شوف نبي الرحمة وطلع كلام النبي صح وجاء عكرمة ابن أبو جهل أبو جهل اللي كان آذي أيوة جاء من صلبه عكرمة اللي كان قائد من قادة القادسية وجاء خالد ابن الوليد ابن المغيرة اللي قال إنه لسحر وربنا نزل فيه سورة كاملة وقال سنسيمه على الخرطوم مين كان ابنه؟ كان ابنه خالد ابن الوليد قائد خيالة المسلمين وقائد الغر المحجلين في فتح مكة أيوة أخرج الله منهم من يقول لا إله إلا الله وأسلم أبو سفيان وأسلم الصحابة بس عشان رحمة النبي عليه الصلاة والسلام شباب المسلمين وبنات المسلمين إحنا دينا دينا الرحمة من نحرفش ولا ننجرف وراء الدعوات اللي قاعدة اليوم تطرق كثير من الفضائيات ووسائل الإعلام والمنابر على إنه القتل والقتل والقتل عمر دينا ما كان دينا قتل ولا دينا دم دينا دائما وأبدا كل يوم بنقرأ الآية 17 مرة بس بدك ناس تفهم بدك ناس تتذكر أول سورة بتقرأه بكل تركعة شو بنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعدين الحمد لله رب العالمين اسأل نفسك سؤال يا ترى قلبك عالمي؟ دينك عالمي؟ ولا أنت بس قلبك مفطور على البغضاء والكره باسم الإسلام والإسلام والله بريء عشان يكايد دعوة اليوم تعالوا نميت الفتنة ونعلن شعار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم له ما لك وعليه ما عليك بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام إحنا اليوم هدفنا نجيب الناس للدين مش نطرد المسلمين من الإسلام هدفنا أنه نكثر أعداد المسلمين بالرفق والدعوة إلى الله بالحكمة والمعويضة الحسنة وفي ناس همه يطلعي الناس من الدين النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وبرجع بأكرر لك قال عليه الصلاة والسلام الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها بأي وسيلة من وسائل الإيقاظ أسأل الله أن يحمينا جميعا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا هداة مهديين وسببا لمن اهتدى إنه على كل شيء قدير إلى أن أقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته